اهلا بكم اعتبر وزير الدفاع التركي اليوم الخميس ان اي هجوم للجيش السوري على محافظة ادلب السورية سيؤدي الى وقوع كارثة في المنطقة التي تعاني بالاساس من مشاكل وقال الوزير التركي ادلب على شفير ازمة جديدة ونعمل مع روسيا وايران وحلفائنا لاحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة انسانية هذا ووصل نحو 4000 مسلح من الميليشيات الايرانية وقوات النظام خط النار المحاذي لادلب في ريف حلب الشمالي استعدادا للهجوم المرتقب فيما حشدت فصائل المعارضة السورية مزيدا من قواتها اما تركيا فكثفت عمليات شحن السلاح لمقاتلي المعارضة من اجل التصدي لهجوم النظام قال مساعد في مجلس الشيوخ الامريكي ان اعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون طرح تشريع للتصدي لما يرونه تزايدا للنفوذ الايراني في العراق وصى مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات يعتبرها المسؤولون الامريكيون وكلاء لإيران أعلن وزير الخارجية الإسباني أن بلاده ستسلم السعودية أربعمائة قنبلة مواجهة بالليزر بعدما قررت في وقت سابق إلغاء الاتفاق المثير للجدل الموقع بهذا الصدد بين البلدين في 2015 بسبب مخاوف متعلقة بالحرب في اليمن وقال الوزير إن القرار في نهاية المطاف هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015 ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة